نواصل حل تماريكتاب مدرسي في المتتاليات ومع التمرين تسعة وثلاثون أول شيء تسعة وثلاثون يعجبني وهو مثال مضاد للذين يقولون أن المتتالية تولد بأف آن أو أف آن زائد واحد كيف يقول لك المتتالية تولد بأف آن ولا إي آن زائد واحد يسوي أف إي آن هذا ليس صحيح لماذا؟ هاو ثمانية وتسعة وثلاثون خير مثال على ذلك هل هي من الشكل أف آن؟ لا هل هي من الشكل أف إي آن؟ هذا الشكل هل هي من الشكل أف إي آن؟ لا هي دالة بينهما هذا أول شيء ثاني شيء الحل التعوي السهل إي آن هذا للطرف الآخر يكون إي آن زائد واحد نقص إي آن يسوي ثنين آن وآن أكبر أو يسوي السفر لأن آن من آن معناتها الدالة متزايدة فقط إذن تسعة وثلاثون أهميته ربما في دراسة اتجاه التغير لمتتالية مقدمة في الشكل التراجعي هذه أهمية لقم واحد ولكن بالنسبة لينا ما نال إعجابي فيه هو أنه مثال مضاد للذين يقولون أن المتتالية تولد بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة وهذا ليس صحيح عندي مثالان عندي تمرين تسعة وثلاثون ها هي العبارة وعندي تمرين واحد وثلاثون ارجعوا له في هذه الصفحة بالنسبة لتمرين اليوم كيف أدرس تجاه تغير متتالية مقدمة في شكلها تراجعي طبعا هناك حالات كثيرة هذه الحالة سهلة لاحظ الآن إي آن إلى الطرف الآخر وهذا المقدار موجب مع أنت المتتالية متزايدة على الآن وينتهي تمرين تسعة وثلاثين ترجمة نانسي قنقر